في إحدى عشوائيات منطقة حي الحسين بميسان تبدأ حكاية ليليان وأخيها كيان اللذان يعانيان من الطفح الجلدية الولادي قلة الإمكانيات المالية وعدم الحصول على علاج فعال سوى بعض المراهم الجلدية والأدوية المسكنة التي لم تفلح في التخفيف عن ألم أو معاناة استمر طويلة أجبر هذه العائلة على مناشدة أجهات الحكومية والصحية عبر الإخبارية العراقية طلب للعلاج داخل العراق أو خارجه أنا شيد الحكومة أولاً ومصطفى الكاظمي يشوف حالتنا ووزارة الصحة والأطباء كافة مو بس اللي داخل العراق حتى اللي بخارج العراق لأن احنا هنا حالياً ملينا منعتهم يعني أكو يجوز برة وهو يقال لونه أكو بالهند بس إحنا يعني مكانية ماكو إحنا أبسط شي ما جاي نقدر نوفره إليهم وأبوهم على القوت اليومي وهم حالتهم يعني تعبانة الطفل هسيج الصيف يعني أم قرم يعني يسحف على مقعده ويحاول الأب الذي يعمل كاسباً من تأمين مصروفات الأدوية والعلاجات الطبية ولقمة عيش كريمة لأطفاله الستة مطالباً أجهات المعنية بشمول أطفاله المرضى براتب الحماية الاجتماعية الناشد الحكومة أنا كيش ما أريد منهم أريد بس يسوي اللي راتب إليهم راتب مال معين مال شي اسمه هو السحنة حالياً مقدمين إليهم بس ما جاي نوصل النتيجة مقدمين يعني على المعين وعلى هذا وأنا بالنسبة إلى حالة تعملهم أريد بس أدبر علاجهم يا دب وعيشهم وتبقى ليليان وكيان بانتظار التفاتة حكومية أو استجابة من قبل منظمة إنسانية تشرف على علاجهم وتعطيهم بصيص أمل بشفاء محتمل وحياة جديدة سيلي فديري العراقية الإخبارية ميسان